خبروني انتو شو رأيكم بهيدا السوس بس بدو حبة تشيبس بتقولوا بسم الله وتبلشوا وتاكلوا لانو شي خرافي خاصة اذا كان عنكم حبة افوكا اقربت تستوي فبنستعملها بطريقة كتير طيبة خليكم ما يتابعوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايكات قدمة فيكون وشير وتعليق حلو متلكون اول شي بدي حبت بنادورة من قطاع مكعبات صغيرة وبنرجع مناخد شقفة بصلي يعني حاولوا تاخدوا ربع بصلي اقل من النص وبتبلشوا تقطعوه على شكل مكعبات صغيرة متل ما امقطعها هلا انا حتكون لا تحصلوا على هيدا الشكل تمام برجع عندي هون الكزبرة خبروني مين بي خربت متلي بين الكزبرة والبقدونس فانا استعملت هلا كزبرة ورجعت عم بفرمة ناعم ناعم قدمة فيني وبيرجع عندي المكونات اللي اصيناها مع بعضنا اللي هي البنادورة والكزبرة والبصل تمام وهون عندي عبت ال الافوكا هاي عربية تستوي وفقال بدي اعملها معكم احلى فيديو قطيب اكلة بالعالم عنديها هايدي فهلا عندي هون حبة الافوكا وبلش بالمعلقة يعني فضيها من جوات الحبتان طبعا وهون عندي شوكة صغيرة وبرجع بمعصون يعني قدمة فيني هيك شوية حاول متف عصون كتير منيح لانه يعني طيبين يكونوا شقف كمان بي قلبهم لما احنا وبيدي هون يكونوا ناعمين كننا فرمناهم على المكانة بساك بالشوكة احسن وهون عندي الحرات يعني انا بحب الحر معها بصراحة ان حط اللحر فهلا عندي هون بالشجرة ما بقي غير عندي اتنان فرح ااخد واحدة مننون ورح حط طمان وهون عندي الافوكا كلاياتهم هسقطهم فوقهم تمام وهم شي هون عندي اياه الحامض بيعطيها طعم كتير طيب فحاولوا تحطوه لحامضة كاملة لحتى تحصلوا على الحموضة اللازمة اللي بقلبة الوصفة وهلو عم باخد ملعة ملح وعندي هون البهار الاسود كمان باخد ملعة بملعة تمام وحاولوا انكم تحركوهم يعني شوي شوي بحاس انه البندورة والجواتهم ما يتخبص يعني معكم على مهلكون تحركوهم من فوق لتحد تمام يعني ليطلع معكم هيدا الشكل جد بنصحكم الجربوه لانه اكلي كتير طيبة وسهلي يعني ما اخدت معقني اي وقت ابدا ابدا بتحطوه هيك مع الشي بس كتير طيبة فبنصحكم الجربوه وقابلوني تحد بالتعليقات شرائيكم بتنسو تعملوا لايك وشير وكمنت هيك حلو متل كون يكون وصحتانو هنا للجميع